بشيري الكرامي اللاعب الضهير الأيمن المتميز أيضاً هذا اللاعب كانت له تجربة مع فريق الاتحاد كورالي صالح فريق الخليج حاول مرور فرصة فرصة هدف فرصة تسديد فرصة هدف أول فرصة هدف أول لفريق الخليج إذن قلت هذا اللقاء الأول للمدرب الوطني جلال الدامجة صعبة فريق خليل سيرت هذا المدرب اللي كانت له تجربة ماضي مع فريق خليل سيرت أيضا الجميع ينتظر فيها هدف الأول في هذا اللقاء هجمة شعبان يا أحمد العبار لعب السريع والقصير والمكير حقيقة واو لعب الكرة ما فيش تسلل فرصة 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 أعتقد لعب فريق التحدي إن اللعب في موقع تسلل ولكن محمود علي تعود من اللعب فريق الخليج يلعب الكرة داخل مناطق الجزاء ووو حارس المرمى البتيقة كبيرة حقيقة يعتقد هذه الكرة منها ما مهاجم فريق الخليج الظهر فريق التحدي عبدالله الفرجاني الفرجاني باتجاه بندرد فيمن أمام أدوم الجديد أو عبدالاي يلعب الكرة اللي مهر مهر حاول بناء هاجمة تعود إحسين إحسين وهناك خطأ خطأ قريب هذه الكرة بالفعل اللعب المرتاني عبدالله حاول التسديل وفرصة قريبة عبدالله يلعب كرة كرة بعيد ورقنية لعب بخريس حقيقة من اللعبين المتميزين وهذه ربما أول فرصة لبخريس تهلق عمبار مسعود في بعادها العبار حاول لعب كرة كرة خطيرة كرة خطيرة من اللعب الخطير والمتميز حقيقة في نقال اليوم عبدالله الفرجاني كرة عالية جاوز منتصف الملعب تعود لفريق التحدي عمر بخريس البديل عمر بخريس يحاول تمرير كرة يمر الكرة باتجاه من داردو ولكن كرة سهلة في أحضان الحارس عمار مسعود بشير يمر الكرة لي فرصة أوه لو تحصل هذا اللعب هذه الكرة الخطيرة وحقيقة كان بإمكانها فعل شيء في هذه الكرة أوه وهذه يقدر بترس أخرى تعود للعبار مجديد العبار العبار خطير العبار خطير العبار يحرز هدف الأول إذن العبار العبار السريع المكير ينجح في حراس الهدف الأول لفريق التحدي تتغير النتيجة وتتغير لوحة الأداف هنا على أرضية ملعب بانادي خليص درد في الدقيقة خمسة وعشرين فريق التحدي ينجح في أحراز أول أهداف اللقاء عن طريق اللعب أحمد العبار حقيقة هذا اللعب كمان أوه تلاعب سريع ولاعب ماكر بكل ما تعني الكلمة مر بشكل جيد وابدع الكرة على يسار الحارس عمار مسعود إذن تتغير النتيجة هنا فريق الضيف فريق التحدي أصبح يتقدم بهدف دون مقابل يعتبر الآن فريق هل يصيرت على الكورة العالية عبار أحمد العبار عمر بخريس تعود للعبار مجليد يسدد الكرة هذه مرة بالرجل اليوم لابد الكرة داخل من أتقل جزاء باتجاه حماد حماد ولكن بعاد الكرة من عصام جمل المبارا بهذه النتيجة فريق الخليج أو فريق التحدي حقيقة يعود بيات من النقاط نقاط تمينة من هذا الملعب ملعب سارت بشير سالم ديف الله سالم ديف الله لعب الكرة بشكل جيد باتجاه ممادو حاول لعب الكرة يلعب كرة داخل من أتقل جزاء هناك لابسة يد لابسة يد هناك لابسة يد على مدافع فريق التحدي راكل الجزاء لفريق التحدي الخليج إذن ننتظر التنفيذ الماضية أحمد عياد يستعد في مرماه ورصة الهدف وهدف هدف التعديل هدف التعديل لفريق الخليج إذن التعاد الهدف مقابل هدف إذن تتغير نتيجة هنا في آخر عمر اللقاء فريق الخليج يعدل النتيجة بهدف مقابل هدف ورصة لفريق التحدي ما زالت الكرة بحوزة العبار العبار يلتحق بكرة يلعب كرة عالية داخل من أتقل جزاء وهناك كرة خارج الملعب كرة خارج رضية الملعب عبدالله يلعب في هذه اللحظات مشاهدين الكرام مشاهدين قناة ليبي رياضية عبدالله وحدة حرويدة ينهي دقيقة هذا اللقاء بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف ترجمة نانسي قنقر